سبعون شاحنة مساعدات عبرت إلى كرم أبو سالم عادت بنفس حمولاتها إلا إثنة عشرة شاحنة فقط أفرقت ما تحملوا وأربع شاحنات غاز أفرقت حمولتها هي الأخرى يأتي ذلك في وقت يشهد فيه جنوب القطاع قصفا عنيفا حيث تتصاعد أعمدة الدخان على طول الحدود مع القطاع المزيد يطلعنا عليهم ورسل التلفزيون المصري باسم أبو الهنينة تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البر على الحدود المصرية وقطاع غزة حيث نرصد اليوم حركة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وتبين لنا أن اليوم قد دخل إلى المعبر نحو سبعين من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وأربع من المواد من مواد الوقود تحديدا غزة طبيعي عادت الأربع سيارات الغاز وقد أفرغت شحنتها أما بالنسبة للسيارات التي تحمل هذه الشحنات الإغاثية فقد عادت 12 سيارة فارغة بعد أن أفرغت حمولتها هناك في الجانب الآخر فيما تبقى من السبعين عاد بمجمل حمولته كما نرى في هذه الخلفية لدينا شحنات كثيرة عادت مرة أخرى أطعمة وأغذية ورصدنا بطاطس على سيارات ورصدنا قارورات مياه نظيفة للشرب وأدوية من الأنروا من الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي كذا جهة كانت تقدم أغذية ومساعدات إنسانية لغزة ولكن كما نرى تعود مرة أخرى الأسباب لا توجد أسباب النواية واضحة للجميع تجويع الشعب الفلسطيني لم يشهد التاريخ حربا قضرة بمثل هذه الحرب التي يجوع فيها المدنيون رغم أنوفهم ويحاصرون لا يأكلون ولا يشربون ويتركون ليموتوا في المستشفيات ويقصفون في منازلهم من دون أي إنسانية أو احترام للقانون الدولي أو الإنساني أو الأخلاقي أو العرفي غزة منذ الصباح تشهد قصفا عنيفا على هذا الجانب غرب مدينة رفح ورصدنا أعمدة الدخان الأسود وهي تتصاعد ورأينا الطائرات التي تحلق طائرات الهليكوبتر وتقصف وسمعنا أصوات القصف المدفعي كل هذا نرصد حال غزة وحال المعبر ساعة بعد ساعة ولحظة بلحظة ونوافقكم بالجديد من أمام معبر رفح باسم أبو العنين التلفزيون المصري